اشتركوا في القناة ومن الظروف الصعبة والتواقع ان يكونها اجتماع نقطة التحول حقيقي في التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق ومصر وتوسيعنا طاقة الفرص التجارية والصناعية والاستثمار لجال اعمال بينه بلدينا نعم نحن في العراق نولي اهمية كبرى لتطوير المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص ولقد كشفت لنا الازمة المالية الاخيرة حجم الخل الكبير الذي كان يمكن تجنبه لو استطاعت الدولة العراقية ان ترعى وتدعم نشو تطور بيئة الاعمال ورجال الاعمال نعم تعرض الاعمال الى ظلم كبير عندما حرم من فرص حقيقية في المساهمة في بناء بلدهم هذا الخل الكبير الذي يمكن تجنبه لو استطاعت الدولة ان ترعى مشاريعكم وتوفر الدعم ونشاط شركات القطاع الخاص لكن سوفني نقول ان اعتماد الشديد على النفط وبناء مجمل عميل اقتصادي على تصدير النفط وتوزيع عواج جعلها اسير تقلبات السوق واسير الورع السياسي ومواجهة ازمة خطئة جدا احد اسبابه هو التضخم المفرط في القطاع العام اعتماد الدولة على القطاع العام ادى الى ضعف في القطاع الخاص الذي هو يمكن ان يبني الدولة في الانظمة الديمقراطية وفي السوق الحر وضعف القطاع الخاص معلسف الشديد الذي كان يمكن ان يسد جزء مهم من الفجوة عبر توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي ومن الركود وتحدثنا عن قطاع خاص منتج وليس قطاع خاص مستورد الشيء الجيد ان السبب هالي يصبح هناك ادراك واسع لاهمية الاصلاح البنوي للاقتصاد العراقي وتوسيع القطاع الخاص وتقديم الدعم له لكي يدخل الكفاء الحقيقي في مشاريع التنمية والبناء وفي نشاط السوق المحلية وقد قدمت الحكومة ورقة بيضاء التي صوتت عليه الحكومة هي خط الطريق واضحة بها تجاه ان ياخذ القطاع الخاص دولة دورة الحقيقي في بناء العراق الجديد علينا هنا ان نستفيد من التجربة المصرية التي هي ظروفها قريبة ظروفنا في العراق وفيها تحديات كبيرة تشبه تحدياتنا ولكن مصر نجحت بعبور هذه التحديات كيف تستفاد من هذه التجربة بالتعاون بين رجال العمال العراقيين وشقاهم واخوانهم النصرين حيث سبقت مصر في مجال الصلاح التصالي المالي الهيكلي تنظيم الجانب الهيكلي داري والقانوني في بداء الدولة وتمكت بتجديد البنى التصادية لدورة مصر نحن نعتبر مصر من ابرز شركاتنا التجاريين الذين ربطنا بهم تاريخ طويل من التعاون ونسعى الى اعدامته وكسب هذا الزخم الكبير لصالح مصر والعراق نحن سعداء اليوم جدا باستضافة منتدى رجال ونساء العمال العراق المصري على هام اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية وسيتم توقيع مجموعة من اتفاقيات وقع اليوم اكثر من 13 مذكر التفاهم وهذه اللجنة العراق المشتركة سوف تعمل على توقيع مجموعة اخرى من اتفاقيات في مجالات النقل والصحة والكهرباء وفي مختلف المجالات العلمية والفنية والاقتصادية فضلا عن التعاون السياسي والتنسيق بين البعدين نؤكد على اهمية التعاون في مختلف النشاطات الاقتصادية والاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الاسكان والاعمار ومن هنا ندعي الشركات المصرية للدخول في مجالة اعادة اعمار على المناطق المحررة من عصابات تنظيم داعش الارهابية لتنملك هذه الشركة من خبرات كبيرة في قطاعات كالبناء والتشييد والطرق والجسور والنفط والغاز السلاة الاساسية هو اننا ملتزمون بتطوير الشراكة العراقية المصرية ونحن جادون بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق وتدين الصعوبات امام قدوم الشركات المصرية العراق كما نتمنى على الرجال المصري ان يسهل دخول رجال الاعمال العراقيين الى مصر ويقامة الشراكات بينهم وبين نظراهم المصريين ونحتقد ذلك سينتج رفحا مشتركا لكل البلدين مصر بالنسبة لنا هي شريك اقتصادي وشريك سياسي بالغ الهمية وهناك الكثير يمكننا نعمل على ان نعمله معا لمواجهة التحديات المشتركة وشخصيا نمست من الرئيس السيسي ورئيس ملسى وزراء الدكتور مصر مذبور حرصا كبيرا ومشجع النهوض بالشراكتنا والالتفاف للتلمية التي نحتاجها منطقة مجلس الاستقرار والاستقرار مرة ثانية سعيد باللقاء بكم ورجال العمال المصريين والعراقيين وسعيد باللقاء الوفد المصري برئاسة رئيس وزارة الدكتور المدبولي رغم ظروف الصعبة وطل على ارى رجال العمال المصريين يعودون بحوية وبقوة العراق وأرى زمنهم العراقيين يرجعون القاهرة ولا مصر حبيبة والبهث عن شراكات حقيقية أعرف رجال العمال العراقيين أكثر من الذين يعرفون حجم التحديات والمشاكل التي تعانيتهم منها مرة بسبب الفساد ومرة بسبب البريقراطية وتعرفون أننا قمنا بحملة لمحاربة الفساد البعض اعتقد هذه الحملة قد تكون طارة للاستثمار بالعكس هذه الحملة هي الحماية للمستثمر العراقي وغير العراقي أنا أعرف بعض الأعمال يضطرون للخضوع لبعض الضغوط أنا قلت لكم باب مكتبي مفتوح لأي ضغوط هذا موال الله منحها لكم من حق متحاظن عليه وأنا مسؤول على حمايتها وغيرنا غير حق لأي طرف بدل العراقية أن يحاول يبتز أي طرف أجل العمال كان مصري أو عراقي أو أجنبي رجاءً أباب مكتب موجود لتدليل كل العقبات أمام المستثمرين المصريين العراقيين هذه نقطة تحول كبيرة مصر عزيزة علينا جميعاً أنا أتذكر دائماً نقول في العراق قلت قبل شوية عيش وزراء مصر وبدل مصري مصر تكتب والعراق يقرأ الرابط التاريخي والظروف الاجتماعية من الشعب يجب أن نبحث عن فرصة لزيادة هذا الزيتمار مع الشركاء مصريين أنا أجيب نموذج آخر سنجابور دولة ناجحة أنا أستغرب من سنجابور تحكي عن تجربتها تقول أول دولة تطبط منعدها عن مصر في الستينيات فبغير ما أقول مصر الشقيق قريب بعدها من استفاد من تجربة نجاح في مصر العراق يمتلك تاريخ طويل يمتلك تركك كبيرة ولكن سوء لدارة ظروف السياسية أدت إلى ظروف صعبة العراق أعتقد أن يستطيع أن يستدعى في توقوتها في المنطقة ويكون يلعب دور كبير ويجب أن نحول تجربة فشل إلى تجربة ناجحة ويحول إلى أيقونة يحتدي بها بعض الدول مرة ثانية شكرا لورد المصري أسكر الدكتور مدبولي مجيري بغداد وتحمل أعباء السفر شكرا جزيلا